طيب أنا ليه بقولي العام الأسوأ في الإدارة الرياضية أستاذ إبراهيم؟ أعتقد لما تشوف يعني دي السلبية أنه كانت تخسرت الدوري طبعا ماتشات بطولات الماتش الواحد بيحصل فيها هذا الكلام نتيجة إيه برضو؟ الإدارة الرياضية أنت فريقك يبدو مكتملا بعض الأحيان لكنهو مش مكتمل لأن كل اللعيبة رجع من الإصابات منهكة يعني مستوية متخلص عليها موجودين بأجسادهم ولكن لا بكامل اللياقة البدنية والنفسية والفنية فتبدو مكتملا وهو ده اللي أنا خايف منه المرحلة الجاية أيضا حتى لو لعبتك جاتلك في مرحلة ما على كاس العالم أنه يجو لك بهذه الحالة لأنك لما تشوف اللعبة رجعت إزاي من كاس العرب في أسوأ لحظتها كل فرقنا راجع وكأن الجهاز الفني أراد أن يرهق هؤلاء اللعبين محدش عنده ثقة في نفسه محدش سليم بدنيا محدش توظف صح محدش خد الرعاية والعناية التي يستحقها كلعيب دولي من الاحترام والثقة فجاي فاقد الثقة فاقد اللياقة فاقد يعني عملية وكان الكروش ده ربنا صلطوا على الرياضة المصرية كانوا فرحانين في الأهلي دلوقتي بيعانوا من غياب مثلا طريق حامد ومصطفى فاتحي برضو علامات استفهام أنت طريق حامد واحد بكل الملاحظات اللي عليه من أبرز المدافعين اللي في مصر مصطفى فاتحي واحد اعتمدت عليه بشكل رئيسي جدا في كاس العرب سيبك الاتنين فصل اللي انت ما حططهمش أصلا في الاربعين وخدوا يعني كل الدعم على حساب ناس ثانية فانت يعني ماذا تريد من الكرة المصرية كروش طيب انت عمل تتكلم المهم بتصفيات كاس العالم هل نفع من كده أن كاس الأمم الأفريقية حيبقى بروفة لتصفيات كاس العالم عشان تبتدي ترجع للتشكيل اللي أي واحد في الشارع هيقولك عليه في مصر الآخر يعني إنما خلاص هنسيب هذا الأمر لكن اللي مقدرش أفهمه انتدار مصر بمجموعة من الموظفين بمرتباتهم بتطلع من الاتحاد الدولي بقالنا تالت سنة لجنة خمسية تقعد سنة وتمن شهور ولا حوالي سنتين ثم تقال لتأتي لجنة ثلاثية ثم تصبح ثنائية وهي في جوهر الأمر لجنة الرجل الواحد اللي رؤيته مليئة بالتكبر والعناد والكلام اللي كل ما يطلع يعمل أزمة كل ما يقول كلمتين هذا الصديق اللي أنا يعني من كتر حبي له زعلان منه جدا لأنه خيب أملي إلى أقصى درجة أحمد مجاهد لا يرى إلا أحمد مجاهد الآن ولا يرى إلا مستقبل أحمد مجاهد في الكاف والإتحاد الدولي على خطة هاني بريدة ماذا استفادت الكرة المصرية من هذه الخبرات في المراكز الإقليمية الدولية حد تشورلي على مكسب واحد ولا حاجة